في منطقة اديم بمديرية الشمياتين بتاعز تخترط مياه الشرب بمياه المجاري القادمة من مدينة التربة والتي تصب في اراضي ومزارع المواطنين الامر الذي يهدد حياة الناس بالخطر ويهدد المنطقة بكارثة بيئية غير مسبوقة البر هذا يتلوث من كل البلاليء من كل بقع البلاليء يتلوث بو كان يصلح للشرب ولكل شيء الان ما يصلحش للشرب لأي الله اللي تصبون البر هذا قد ادخل بو بلاليء تمام مع البيت هذا انكار نعاني من الماء الماء ما يقشل على الثلاثة لشهور ستة لشهور يبوعون نوايتات رقوع يبوعون نوايتات نضطر ننزل نصبون ونصبون اما الشرب نشتري ببيسنا مع هذه المنطقة التي يتساغط فيها المقاري ومياه الصرف الصحيحة الى هذه المنطقة والذي تسبب بتلوث المياه الشرب وكذلك نفوق الاراضي الزراعية وكذلك المحاصيل الزراعية وكذلك تعطيل الطرق الذين نمر بها بالطلوع والنزول نحن نعاني كثيرا من المقاري التي سببت في تلوث المياه مياه الآبار وكذلك الأنهار المصدر الوحيد الذي نشرب منه اضافة الى الاراضي الزراعية التي حرقتها ولا نقد اي اذن صاغية لشكوانا حيث ان الشكوات من قبله والان ولا ننطي اي اذن صاغية ترجع مشكلة اختلاق مياه الشرب بمياه المجاري الى سنوات طويلة لكنها اليوم تفاقمت كثيرا بفعل الظروف والتوسع العمراني والتساقط الصخري من الجبل المطل على المنطقة والذي تسببه المجاري نطلع بالسيارة ودرينا والبركات ظهرنا والكذاديف بسبب المجاري حقهم صبت علينا المجاري من كل الاتقاهات وكذا القمامة حيث كلما اتينا الى مكان لناخذ مياه الشرب نزلت المجاري الى فوق مياه الشرب واختلطت بها فنقوم بتغيير الاماكن ومؤخرا قمنا بتغيير المياه التي نشرب منها هذه التي تشاهدونها اماكم وصبت المجاري من اشراف مدينة التربة اليها والان حاليا ملوثة بمياه المجاري ويشكو الاهالي من تفاقم الامراض والاوبئة بشكل ملفت فهناك الملاريا وحم الضنك والفشل القلوي وغيره من الامراض التي تفاقمت اضافة الى تضرر المزارع والابار الجوفية الامراض بالشهر ثلاث نقال اربع نقال نطلقها لنا نداويهم من الكليرا من الطاعون ومن هذا خبرهم كامل يعني الامراض منتشرة داخل البلد كامل بسبب الكذاديف بسبب البلالع بسبب الماء غير الصالح للشرب نزول القمامة من هذه المنطقة الى منطقتنا ما ادى الى حدوث جميع الامراض والاوبئة منها الكوليرا والاميبية وكذلك البعوض الذي اصاب الكثير من الامراض من اطفالنا الكارثة البيئية التي تهدد حياة الناس هنا دفعت الكثيرين الى اطلاق مناشدات عجلة الى الجهات المقتصة والمعنية بالتدخل السريع لانقاذهم من الخطر المهدق بهم وحتى اللحظة يقول السكان لا تجاوب معهم ولا حياة لمن تنادي اشتركوا في القناة